اليوم معنا عطر جدا جميل للمحبين خشب الصندل اللي هو Santal Austral 외 Etienne البراند هذا فرنسي متخصص في عطور النيش طابعا عطر هذا من اسمه خشب الصندل أو خشب الصندل الاسترالي لان استرالي متميزه في انتاج خشب الصندل العطر أيضا خشبي نعم من عطر من العطور الجميلة جدا للمحبين نوع هذا من عطور خشب الصندل خلونا قبل نتكلم عن العطر ورائحة العطر خلونا نتكلم عن العطار اللي سوى العطار العطار اللي سوى العطار هذا اسمه أوريليون جوشال وهو عطار فرنسي سوى عدة عطار جميلة جدا نبعطيكم أشهر عطارين سواها إرس من فرزاتشي منكم ما في أحد على كوكب الأرض ما يعرف هذا العطار العطار الثاني اللي هو جوتشي انتنس عود عنده عدة عطار كثير لكن هذه أبرزها والمناسبة هو صاحب هذا البراند يعني هو سوى لبراند خاص في متيل بريمير هو صاحب هذا العطار خلونا استعرض معكم العطار الجميل هذا سانتال استرال العطار صراحة مكوناتها جدا بسيطة عندك زهرة السوسن اللي هو الايرس عندنا في القلب الخشب الصندل في القاعدة عندنا التونكا والبنزوين أو الجاوي هذه مكوناتها الأربعة فقط في هذا العطار العطار يعتبر من العطور الخشبية الناعمة عطار إذا أنت تحب خليط الايرس مع خشب الصندل راح يعجبك هذا العطار العطار صراحة من نسبة لي عجبت فيه جدا العطار مميز راحة الايرس في الافتتاحية مع خشب الصندل أعطتني عطر يعني خشبي بودري كده ناعم جميل جدا صراحة العطر عطر مصنفين إنه الجنسيين لكن أنا أشوفه الجانب الرجالي أكثر بحكم أن خشب الصندل هو مكون رجولي أساسا يعني يغلب بالعطور الرجالية يكون فيها خشب الصندل صح أن منضاف لها الايرس أو زارة السوسة اللي تعطي العطور بودرية أو نعومة نوعا ما لكن العطر لا زال محتفظ برجوليته يعني العطر أشوفه عطر رجولي ما ينفع للنساء نهائيا العطر أداء بمناسبة أداء العطر أعطاني أداء ما نقدر نقول متوسط أنا أشوفه فوق المتوسط يعني خلنا نقول جيد جدا العطر كمجمل يعني الأداء الفوحان والثباتة أعطاني أداء جيد جدا سعر العطر تقريبا 900 ريال في الحدود هذه لكن أنا أخذت وقت العرض من متجر أناس الظاهر اسمه كذا كان علي عرض ب700 ريال أو في الحدود هذه خلنا نتكلم عن أوقات استخدام العطر العطر يعتبر من العطور الشتوية أو الربيعية ما ينفع تستخدمه في الصيف لازم يكون الجو بارد أو معتدل أقصى حد يعني ما ينفع في الجو الحال نجي تقييم النهائي للعطر وهل أنصح بشراء أو لا صراحة أنا أعطيت للعطر تقييم 7 من 10 لماذا أعطيت السبعة من 10؟ أول شيء أعطاني الرائحة المميزة الخشب الصندل خشب الصندل الطبيعي لأن أنا صراحة من محبين رائحة خشب الصندل وبرضو السوسن فهو دمجها مع بعض لأن هذه النوتتين أنا محببة عندي صراحة العطر جدا جميل اللي خلاني أنقص من تقييمها اللي هو سعرها المرتفع شوي يعني صراحة سعر شوي مرتفع الشي الثاني الفصول اللي يغطيها يعني محدود على فصل الشتة والأجوال شوي المعتدلة لذلك نقصنا من تقييمها برضو أنه للرجال فقط ما هو للجنسين هذا اللي خلاني أنزل من تقييم العطر عادة ذلك العطر جدا جميل وأنصح أيضا بشراءة بكل تأكيد للمحبين خشب الصندل وزهرة الأيرس أتمنى أني وفقت في تقييم العطر سانتا الاسترال وفي أمان الله اشتركوا في القناة